مرحبا سنبدأ اليوم بالدرس الأول بسلسلة BK درسنا اليوم سيكون DLEKPI صيغة التمنى بالنسبة لتقسيم المنهاج ما بين بابر باكي جيبر وما شابه التقسيم هذا لا أتقيد بتقسيم كتاب هتت أو أي منهاج تاني هو عبارة عن تقسيم بما يتناسب مع الحركة التي يجب أن يعمل عليها بالنسبة للطالب الأجنبي يعني هناك الكثير أمور أخذناها سابقاً بالآيكي هي أساساً ضمن المناهج الموجودة في البيب أو باكي نحن نقسم ضمن منهاجنا حالة المستويات بحسب الأهمية وحسب الصعوبة درسنا هذا ممكن ببعض المناهج يكون موجود بالبيبر ببعض المناهج موجود بالجيبر حسب كل سلسلة عبينشغل عليها نحن حطيناها بقائمة سلسلة باكي ندخل على تفاصيل الدرس كمان صيغة التمنى من اسمها تدل على حالة شخص معناها لما بدي يكون عب يحكي يتمنى شيء هذا الاسم اللي عب بيدنا عليه المصطلح شكلها شو رح يكون عندي رح نستخدم بصيغة التمنى أيضاً سي ثنائي اللاحقة اللي شفناها بالسلسلة الماضية بآخر دروس بيبر صيغة الشرط لكن الفرق رح يكون هون النقطة الأساسية بتكون تركزوا عليها هوني كان عندي صيغة الشرط زائد أو جزر الفعل زائد لاحقة الزمن كان عندي كان عندي جزر زائد زمن زائد سي ثنائي تدل على حالة شرطية هون عندي مباشرة الجزر زائد سي ثنائي مباشرة عندي لاحقة التمنى رح تيجي مباشرة مع الجزر إلى جانب أزال شهص إكي لاحقة الضمير الشخصي الخاصة يعني أول نقطة اختلاف معناها أنا لأجل أميز عمل السي ثنائي ما بين عملها كجملة شرطية وجملة تمني هو وجود لاحقة زمن بين الجزر واللاحقة أو عدم وجود لاحقة زمن هاي رقم واحد الصيغة المنفية أيضاً عندي رح يكون أيضاً نفس المبدأ جزر الفعل كوك زائد مي ثنائي لاحقت النفي مباشرة سي ثنائي لاحقت الشرط والتمني عادي يكون ما عندي أيضاً بين النفي والسي ثنائي أي لاحقة زمن هذا أيضاً أحد دلالات وجود حالة أمنية وليس حالة شرطية بالدرجة الأولى تفاصيل النظرية أيضاً كالعادة نشتغل على شو عندي قوانين بتخصها الصيغة هذه الصيغة بسيطة جداً ما رح تعملها أي إشكالية بفهمها للصيغة استخداماً رح تتشابه مع بعض الصيغة الأخرى بنا هون وقتاً نتعود عليهم من خلال شغلنا بالمنهاج من خلال عملنا على الكتب واحد تستخدم هذه الصيغة للدلالة على التمني هذا أول عمل ألها العمل الأساسي هو للدلالة على التمني وتستخدم أيضاً للرجاء من المتلقي إلها هدفين استخدام بالدرجة الأولى أنا أتمنى أنه يصير هيك لما أكون عم بحكي عن غائب يعني عن هدفي من الحديث ما هو أنت ولا أنتم لما أكون حديثي أنا عن نفسي أو عن الغائب بكل موضوع أمني أنا أتمنى أن أحصل على الشيء الفلاني أنا أتمنى أن يحصل الشيء الفلاني هو أو أنا أو نحن أو هم لكن لما يتحول الموضوع إلى أنت وأنتم رح صير الموضوع فيه أيضاً حالة رجاء رح شوف هذا كلام بمجموعة من الأمثل النظرية أو الشيء إذن عندي عملين لألها أما الأمنية أو الترجي أحد أشكال الرجاء شفنا أيضاً بالآيكي مجموعة الصياغ كانت أيضاً تدل على حالة الرجاء والطلب المهذم أين عنا؟ يمكن بدأ جملة التمني بالعبارة كشكة بجملة الشرط كنا نبدأ بأيار إلنا أو شايت أن هناك أيار و شايت ما لن أي معنى في اللغة التركية هدفهم فقط إظهار رسالة بأنه نحن أو أنه أنا كم متكلم بدي أبدأ بجملة شرط كشكة تقابل عنا بالعربي كلمة ياليت ياريت يعني بداية جملة أمنية أيضاً ياريت ياليت عدم استخدامنا لها ما رح يأثر على الجملة لأنه أساساً لاحقة التمني هي سيثونا هي فقط رسالة أيضاً بداية الأمنية يعني قبل ما أحكي جملتي أنا أقول كشكة للأمامة بعدين أبدأ أحكي جملتي كشكة هدفنا منها أيضاً إظهار رسالة للمتلاقي بأنه أنا هون رح أبدأ بحالة تمني أو حالة رجاء أيضاً شو عندنا؟ يمكن استخدام أكثر من جملة تمني في آن واحد عندي هاي نقطة أيضاً أنا ممكن أقول عندي يكون عندي أكثر من أمنية ورا بعض أحكيهن مع بعض أيضاً رح شوف هذا كلام هون بمثال وعندي آخر نقطة رح تعمل عندي تشاركني مع الدرس السابق مع البيبر آخر درس قواعدي يمكن استخدام هذه الصيغة كصيغة شرط أيضاً يعني نفس الصيغة هاي تعامل أيضاً في اللغة التركية ممكن أتعامل معها أيضاً كصيغة شرط شو رح يكون الفرق بين صيغة الشرط وصيغة التمني قواعدياً هذا الفرق رح يكون صيغة التمني رح تدتهي الجملة بنقطة يعني رح أنهيها للجملة عند الفعل اللي هو عب يتمنى اللي عب يتمنى من خلاله ها ممكن أجي بعدها بأمنية أخرى أنه ممكن وجود أكثر من جملة تمني صيغة الشرط أنا أبدأ جملتي بالصيغة وبعدين رح يكون عندي اللي سميناه جملة جواب الشرط هذا كلام رح شوفه حالياً من خلال الأمثلة رح أطلع من اللوح خدوا لغة للشاشة عشان بعدين أنطلق على الأمثلة النظرية نعم نكمل حالياً مع الأمثلة اللي عنا بالقسم الأول رح أشتغل الأمثلة بالعربي بالفصحة يعني رح نحكي عن وضعها أيضاً بالعامية كأن نشوف بانه موضوع التعامل مع شكل الجملة مع كلمة يا ليت يا ليت يا ليت شوفي عندي احتمالات تاني للجملة بالعربي لما أنا بدي أحاول أكتب جمل من العربي للتركي جملة من العربي حتى من العربية الفصحة للتركي شاء نعرف اتعامل مع الموضوع أيضاً شو عندي احتمالات لهذه الجملة هي بالفصحة ايضا لو انها تمتر غدا اتمنى ان تمتر غدا يعني اي دلالة على حالة تمني حصول فعل الامطار غدا شو ما كان عندي شكل جملة بالعربي طبعا عندي بالتركي كمان اكتر من طريقة بالبيبر شوفنا بالزمر كان عندي فعل ديلميك اساسا فينا نستعمله للدلالة على التمن لكن اذا بدأ استعمل انا صيغة الامنية صيغة التمني ايضا فما رح يهمني شكل جملة بالعربي حصرا يليتها تمتر غدا لو انها تمتر غدا انه يليتها تمتر غدا اتمنى ان تمتر غدا بالنهاية انا هدفي شو هدفي انه بكرة يارن فعل المطر هو يامر وعندي يامك طب هون يامك كيفنا نتعامل مع يارن يامر شو رح حصل عندي هون الجزر قلنا يا زائد سي ثنائي زائد اوزال شاسكي طب سي ثنائي يا سا اوزال شاسكي شو رح تكون هون ما في هون ما عندي فاعل عم نحكي عن الفاعل هو المطر رح يكون بتجملة هاي فالفاعل غائب معناها صفر اوزال شاسكي هون مع انت جملتي يارن يامر يا سا ما شرد اكتب كيشكا يعني ولو بالعربي ياليتها موجودة كلمة ياليت بالعربي وجودها لا يجبرني ابدا انه انا بالتركي احط ياليت لانه التركي اساسا ما بيعف انت بالعربي شو عب تستخدم بدماغك بالجملة فياليتها تمطر غدا فين اقولها واحد يارن يامر يا سا كيشكا يارن يامر يا سا لنا تنصح هلا التاني ايضا جملة اخرى ياليت ابي يتعافى في اسرع وقت ياريت لو ابي يتعافى في اسرع وقت ايضا هون ياليت ابي يتعافى في اسرع وقت اتمنى ان يتعافى ابي في اسرع وقت اهن لو يتعافى ابي في اسرع وقت شو ما كان عندي انا شكل الجملة أنا هدفي بالنهاية شو الأمنية تبعيتي تعافي والدي في أسرع وقت هو اللي أنا عم أتمناه فيا ليت أبدأ بكشكة ما أبدأ ما في إشكال رح أبدأ هالجملة بكشكة ولكن هدفي شو أعرف أنا صيغة التمني يعني هاللاحقة هاي وجودها مو مع أبي وجودها مع نهاية الجملة مع الفعل مع التعافي فالوالد هو الفاعل إن هون كشكة أبدأ جملتي بكشكة هالمرة كشكة فارضون كشكة بابان هو الفاعل هلا في أسرع وقت عندي أكتر من طريقة كشكة بابان هوندي أستخدم أنا تعبير في أسرع وقت الصيغة مشتغلينها سابقا بيران أنجا بيران أنجا كشكة بابان بيران أنجا فعل التعافي يقصد به في أسرع وقت وعندي أكتر من طريقة أنا بالدلالة عليها إذن كشكة بابان بيران أنجا إي لش س إي لش س إذن صيغة الشرط لاحقت الشرط وين عبدتكون مع الفعل بغض النظر عن مكان يا ليتا بالعرب وين مكان جملة أخرى أيضا من حياتنا حاليا الوضع اللي عم نعيشه بالوقت الحالي بنهاية 2020 هون الملاحظة الحطيتها شوفوا يا شباب يا ليتا هذا الوباء ينتهي ونعود إلى حياتنا القديمة هذا النوع أيضا لما تشتغلوا على ترجمة جمل فيها حالة تكرارية التعاون مع اللغتين أمر كتير مهم بهات جملة يا ليتا هذا الوباء ينتهي الأمني الأولى ونعود هالوا هاي بالعربية شو شغلتوا حرف عطف يعطف بين عنصرين بنفس القيمة الوا هون يعني بمعنى يا ليتا هذا الوباء ينتهي ويا ليتنا نعود إلى حياتنا القديمة عندي هون جملتين تمني باللغة العربية نحن عم نعطف الفعل التاني اللي أنا أيضا عم أتمنى على الفعل الأول على فعل ينتهي باللغة التركية فعل ينتهي رح ياخد صيغة شرط وفعل نعود أيضا رح ياخد صيغة شرط الوا ما رح تستخدم باللغة التركية ورح كون عندي أنا تعبير آخر رح كون عندي اللي هي نحن بنتعامل معها على أساس أنه هي أيضا شفناها سابقا بأنه هي أيضا وأن أيضا تستخدم بمعنى ولكن رح شوفها الله هون كمان أيضا معنا عندي هون يا ريت هالوباء ينتهي أيضا يا ليتا بنا نستغني عنها كيشك ببداع جملة فينا نستخدمها هذا الوباء كلمة وباء عنا كلمة صالقن وعنا كلمة بانديمي رح أكتبون هون اتنينة عنا كلمة صالقن هي بمعنى وباء بالمعنى العام عنا مصطلح علمي اسمه بانديمي بانديمي فينا نسميه بمعنى وباء عالمي وباء إقليمي وباء عالمي فينا نسميه يعني صالقن ممكن يكون وباء منتشر في مدينة وحدة في مكان واحد خلال فترة زمنية قصيرة بانديمي تعبير يستخدم على الأوباء المنتشرة عالميا المنتشرة في أكتر من دول المنتشرة على مستوى العالم كوويد 19 يعني كورونا هو أحد هالأوباء تسمى أيضا بانديمي ياريت هالوباء ينتهي دا أستخدم هون كلمة بانديمي بو بانديمي بو بانديمي ينتهي بيتمك بيت سه بو بانديمي بيتسه دا بو بانديمي بيتسه هل دهي هي بديلت و بو بانديمي بيتسه دا اسك hayatımıza dönsek اسك بيتسه اسك هاياتمزا دون سك اوهد هون شصار عنا شوابنا صار عنا الفعل الاول بيتسه هو فعل تمني والفعل التاني دون سك ايضا فعل تمني التنيم اللغة بيتسه بيتسه اسك هاياتمزا ايضا نتذكروا سوا عنا فعلين متعام المعون المساعدة ياردم اتمك ياردم اتمك المساعدة و ياردمجو المك ياردمجو المك شو انه فعل اني اعاونك اني اكون مساعدا لك ورح استخدم ياردم اتمك يارتلو فيني ساعدك عنا هون ايضا استطيع المساعدة فعل القدرة كشك سنة بياخد توجه طبعا دائما بالعربي موساعدتك بياخد مفعول به yardım etmek yardımcı olmak دائما توجه كشك sana yardım edebilsem هون حال فعل القدرة edebil هوا الجزر بالكامل سار yardım edebil س سناء زائد م özel şahıs 2 keşke sana yardım edebilsem keşke sana yardım edebilsem شنال keşke sana yardım edebilsem لو فيني ساعدك خمسة يا ليتك تبقى عندنا اليوم هون شو صار عندي صارت حالة الرجاء المعنى طبعا صديقي جاري عمي موجود عندي اليوم لكن بدون يروحوا على بيت فأنا قال له يا ليت لو تبقى عننا اليوم هون صار عندي أنا وكأن أقول له لدفا بيز دا كالور مالسنس وكأن أقول هون هون أنا هدفي أقنعه أكثر فأباطين وأن أتمنى أنك تبقى عن اليوم شو رحصر عنه اليوم bugün اليوم من الفاعل اليوم أنت bugün عندنا bizde فعل البقاء kalmak bugün bizde kalsan bugün bizde kalsan ne özel şahs bugün bizde kalsan keşke bugün bizde kalsan bugün bizde kalsan نرحن سوال ها جمال هدول شأن انتقل بعدين بالقسم التاني على جمال بالعقس ابتعد عن حالة العربية أكتوب جمال باللغة التركية نرحن من ترجمون الترجم الزهني وليست الترجم من مكتوب نرحن سوال سوال 4. كشك sana yardım edebilsem. 5. كشك sana yardım edebilsem. Ve 5. Bugün bizde kalsan. Bugün bizde kalsan. كمان خدرطل الشاشة. شان تقل على القسم تالي. ندخل على اللوح مشان بعدين نقرأ الجمل وتكتبوهم وتشتغلوا على ترجمتهم بعد الدرس نعم اشتغلنا هون جمل حاليا بالعكس بالتركي نشتغلون على العربي متل ما انه ما رح نحاول ان ترجمهم بالفصيح يعني بالترجمة المكتوبة بدنا ان ترجم بالترجمة الذهنية نحنا هيك جمل لما عم نسمعها شو عم نفهم منها وانا تكون نموذج الي مشان نحنا نعرف نصيغ جمل على اساسها بدون ما نفكر بالترجمة الحرفية باللغة العربية الفصحة يعني نمرة 6 كشك داها چوك وقتم اولسا يعني عمليا شيل كشك داها چوك وقتم اولسا هون جملة وار هي اساسا لكن ما عم استخدم وار اولسا عم استغني عن وار علمك زائسا يعني هون لو كان لو كان شو عندي انا داها چوك وقتم لو كان عندي وقت اكتر يعني اريد لو كان عندي وقت اكتر يعني اريد لو ام لو كان عندي وقت اكتر كيفما ترجمتها ما رحى همني انا شكل ترجمه بهمني انا المعنا لابوصال اليه انا اتمنى ان اكون عندي انا وقت اكتر منهك واحد طبي بدل وقتم ازامن كشك داها چوك وزامنم وأرحى كشك داها چوك وقتم أرحى نمرا يدي بو بورش ري کپاتسك دا سترستان كورتولسك بو بورش ري کپاتسك دا سترستان كورتولسك عنا حكينا عن كلمة بورش کپاتمك السامنا دييم اغلاق الديون يوخص بيه تسديد الديون بالكامل تصفير الديون بو بورش ري مفعول به کپاتسك دا انا شوهنا اجا مكانها لما تجي بعد لحقت التمني يقصد بيها دائما حالة معدت عندي امنية تانية اول استخدام لده هون هونده صار معناها و بو بورش ري کپاتسك دا سترستان كورتولسك كورتولمك فعل انخلاص انه يخلص من الشيء فیاريت لو نسكر هالديون ياريت لو نسدد الديون علينا وسترستان كورتولسك ونخلص من هالضغط النفسي ونمتز نفسنا من هالضغط النفسي استرست هالضغط النفسي بورش کپاتمك تسدید الديون بالکامل كورتولمك هالتخلص معناها ياريت لو نسدد هالديون ونتخلص من هالضغط النفسي أماما هالمه يريد لو صاحب العمل أو مدير العمل يعملنا زيادة على رواتبنا ما عاشمزة زام يابسة 9- يارنكي درس ابتالو الصدا ماتش يابسك أيضا ابتالو المك فعل الالتغاء يلغى ابتالو المك يعنكي درس ابتالو الصدا يريد لو يلتغى درس بكرة ماتش يابسك ونعم المباراة نلعب المباراة ماتش يابسك القيام بمباراة قرات قدم ابتالو الصدا مفاقات قرات قدم مباراة رياضية بشكل عام ابتالو الصدا يريد لو يلتغى الدرس يارنكي درس ابتالو الصدا ماتش يابسك طبعا رحنا ارا باخر درس الجمل بدون ما نحكي بالعربي مشان صوت نرجع هيكن نحفظو بالزهن كمان هنا عندي ايضا امنيتيل متتاليات باستخدام اللاحقه او الادات دي سوناء كمان هنا مباراة رقم كمان هنا مباراة رقم ولكن ما أكسب وزن أيضا 11 keşke ailem benim yanımda olsa keşke ailem benim yanımda olsa يَرَتْ لَوْعَاَلْتِ ailem benim yanımda olsa يَرَتْ لَوْعَاَلْتِ الْاَنْ بِجَانِبِ keşke ailem benim yanımda olsa 12 yarınki partiye sen de bizimle gelsen yarınki partiye sen de bizimle gelsen هون صار عندي حاليا المخاطب san المخاطب san شو لنا أحد دلالات التمني هي حالة الرجاء عملية yarınki partiye الحفلة تبعيت بكرة حفلة الغد sen de bizimle gelsen لو أنت أيضا تجي معانا يعني ياريت لو أنت أيضا تأتي معنا إلى حفلة الغد هون صار فيها حالة رسالة رجاء بيكون عندي أنا متمنى تكون معانا بحفلة بكرة bu konuyu bir daha açmasak bu konuyu bir daha açmasak صار عندي açmasak bu konuyu مفعول به açmasak yarayt لو ما نفتح الموضوع bir daha mرة taniye bu konuyu bir daha açmasak yarayt لو ما نفتح الموضوع mرة taniye أيضا هون عم بحكي معكم أنتم ولكن أنا من ضمن الحديث في حالة رجاء بطريقة ياريت لو هذا الموضوع ما نفتح مرة taniye لما يكون أنا بدأ نسكر على الموضوع 14 14 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 19 20 21 22 21 22 22 23 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 لوناباركا جيت ساكمة هون عندي حالياً آخر شيء ملاحظة ما كتبتها في البداية صيغة الشرط اللي اشتغلناها بالبيبر لا تستخدم في دلالة السؤال لأنه أساساً هي شرط صيغة التمني لها أيضاً استخدام إضافة هي صيغة السؤال الهدف منها عم بيكون أيضاً ليس السؤال بالمعنى الحرفي الهدف منها في أمني أنا متمنيها عم أتشاور معك فيها نعمل هذا الشيء يا ترى برأيك أنت بتأيدني على قيامنا بهذا الشيء هون راح تجي أحد بدائل أيضاً شيء أخدنا بزمانه بالآيك صيغة فعل الأمر والطلب شوفوا كيف عم سروا هون بحزار جنو لوناباركا جيت ساكمة شو صار المعنى تبعها يوم الأحد نروح يا ترى على مدينة الملاهي مدينة الألعاب لوناباركا جيت ساكمة هون جيت ساكمة هي إحدى بدائل جيت للم يعني هون أنا فيني أستخدم بدالها بازار جنو لوناباركا جيت للم أيضاً جيت للم كانت لنذهب فهل نذهب إلى مدينة الألعاب يوم الأحد فيني أستخدم جيت ساكمة جيت للم فأرك كتير صغير بناتهم بالدلالة الرسالة المبطنة من المتكلمة للمتلاقي لما أستخدم كلمة جيت ساكمة هالاسلوب هذا رسالة مني للمتلاقي بيقول أنا متمنى هذا الشيء بتأيدني بهذا الكلام جيت للم عم بشاورك الفترة من كانت للم المصار وقت نفسه أمث grownت لم ت손صر teaches ان عم بشيء يد studيك انتخذ الألعاب يوم لكن G أتحدث الب столطر الرسالة المثال حصل مجتم قادراك حصل مجتم للنذهب بالنذهب قلسك ما؟ نبقى كمان شوى يعني ايضاً biraz daha قللما؟ نبقى كمان شوى biraz daha قلسك ما؟ هل نبقى بعضا من الوقتي ايضاً لقantaya gidip yemek yesek مي؟ لقantaya gidip yemek yesek مي؟ لقantaya gidip هون استخدمنا حالة العطف هل نذهب إلى المطعم و نأكل لقantaya gidip yemek yesek مي؟ كمان هون ايضاً لقantaya gidip yemek يليم مي؟ ايضا عندي حالة السؤال فيما استخدام يسكني يلمني راح تعطي نفس المعنى اونسكيز كافي يتسكني ايش ميسكني عندي اسلوب اخر تكرار السؤال مرتين بحالة الامنية هون لما اكون انا محتار بين طرفين يعني قاعدين متل ما انخنا اعتبر قاعدين بمطعم اكلنا اجا القارسون اجا الكومي قال لي كافي يتشربوا قهوة طلعت على الوقت انا متأخر لكن رايد اشرب قهوة عن بشاور الامامي كافي يتسكني ايش ميسكني نشرب قهوة انا رايد يوكس ايش ميسكني ولا ما نشرب لانو عنا شغلتان فلما يكون عندي حالة الحيرة طبعا كمان في الهابة ديل كافي يتسكني ايش ميلمني فيني استخدم ايضا 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 هذا احد الاشكال المستخدمة في حالة الدلالة على الحيرة ما بين قرارين كافي ايشك مي انشرب قول عنده عيد ميلاد نحن مشان عيد ميلادو ياترا ناخد له هديية ولا بلما ناخد له هديية أنا بحب أحمد بدأ أخد له هديية لكن الوضع المادي ما بيساعد فمحتار بين أخده وما أخد أيضا عم أشاور من معي أو ممكن أكون عم أشاور نفسي أحمده دوم جنو يجين هديية ألسكنا ألماسكنا نقرأ جمال بالكامل وننهي جلستنا اليوم كشك daha çok vaktim olsa كشك daha çok vaktim olsa 7. Bu borçları kapatsak da stresten kurtulsak 8. Keشke patron maaşımıza zam yapsa 9. Yarınki ders iptal olsa da maç yapsak 10. Çok yemek yesem de kilo almasam 11. Keشke ailen benim yanımda olsa 12. Yarınki partiye sen de bizimle gelsen 13. Bu konuyu bir daha açmasak 14. Çocukların yanında bağırmasanız 15. Pazar günü Luna Park'a gitsek mi 15. Pazar günü Luna Park'a gitsek mi 16. Biraz daha kalsak mı 17. Lokantaya gidip yemek yesek mi 18. Kahve içsek mi 18. Kahve içsek mi içmesek mi 18. Kahve içsek mi içmesek mi Ve son cümlemiz Ahmet'e doğum günü için bir hediye alsak mı Almasak mı 18. Kahve içsek mi 18. Kahve içsek mi 18. Kahve içsek mi 18. Altyazı M.K. 18. Altyazı M.K. اشتركوا في القناة